الطريق الوهمي التجاري احنا قتلناه بحثا مع بعض وعملناه حلقتين على ما اتذكر وشوفنا مع بعض الاعلانات الوهمية الكتيرة اوي اوي انا سريعا كده بس هوري لك الاعلانات يعني بتنقسم لحكتين حتة الطريق او الطريق الوهمي للتخصيص نقدر ان احنا نقسمها الى منتجات تجارية بتباع وبتعرض عن طريق الشاشات الفضائية وعن طريق محطات التواصل التمية الفيسبوك او الانستجرام او او الى اخره والريجيمات العشوائية اللي موجودة على صفعات كتيرة جدا ويقولك انا نزلت 10 كيلو في الاسبوع وانزلت 20 كيلو في هذا الرجيم وهذا الرجيم ينصف البطن والى اخره الكلام الغريب جدا اللي حضراتكم للأسف بتختنعوا به ازاي انا ما اعرفش يبقى منتجات تجارية ريجيم عشوائي والحاجة الاخيرة ودي اهم حاجة ودي اخطر حاجة عليكم الاشخاص النصبون الذين ينتحدون صفة الطب او صفة الطبيب دول كتير جدا على الشاشة وطبعا حضراتكم عارفينهم يعني بدون ذكر اسماء لان اسماءهم كتيرة قوي ولكن حضراتكم عارفينهم كلهم همسك المنتجات التجارية ديت سريعا هوريلك بس تلات اعلانات كده كتير يعني تلاتة من احنا قبل كده تريبا عرضنا خمستاشر بروشورة عن الموضوع ده لان هوريلك بس تلاتة وندحك مع بعض شوية عليهم يعني شوف كده اول اعلان اللي ما حضرتك اللي قدام حضرتك دوت بقولك لو وزنك فوق 80 كيلو اكتب واحد لو وزنك 100 كيلو اكتب اتنين 120 كيلو اكتب ثلاثة وترسل رسالة طيب وبعد كده بعد كده هو هيبعد لك هتعمل ايه او هتشتري ايه من عنده يعني هو مش يقولك مثلا امشي على الرجيم ده او خد النصائح دي او كده لا هتشتري كذا والمنتج كذا والمجموعة كذا يعني اللي هو عاوز يسوقه لحضرتك وفريقنا لطب هيتابعك طبعا لفريق طب موجود ولا حاجة هتتابع طبعا يعني كيف يعقل ان انا اتعامل مع الجسم البشري بهذه الطريقة ده اول بروشورة شفناه نشوف التاني كده انا مش عايز اطول فيه لان احنا اتكلمنا كتير جدا عن الموضوع ده ده بقى اللذيذ اول هو سفاح الدهون اللي قدام حضرتك دوت كرسة سفاح الدهون الكابسولة العشبية وهي عشبية ولا لا تموت الى العشاب بصلة ولا طب العشاب بصلة خالص اول كابسولة تكميم معدى بدون اعراض جانبية نتائج من اول ثلاثة ايام في تغيير شكل الجسم بتخيل ده انت لو بتغير الانتريب بتاع حضرتك او الصالون هتاخد اكتر من ثلاثة ايام فيما بالك جسم هتغيره في اول ثلاثة ايام طبعا كلام لا يعقل ابدا ابدا ولكن زي ما بقول لحضرتك باجد ان حضرتكم بتنساقوا وراء الكلام ده بصورة جامدة جدا جدا وبياجد الرغواج عند حضرتك وزي ما قلت قبل كده المصاب ده او التاجر ده عايزك مرة واحدة انت مش هتروح له مرة تانية لان المرة ديت انت مش هتلاقي نتيجة فخلاص هتصرف نظر هو عايزك مرة واحدة بس هو عايزك مرة واحدة بس يعني انا اعلان زي ده مثلا كرش سفاح الدهون ده لو راح له سي من المية وعشرة مليون مصري راح له بس اتنين مليون سيدي مش هنقول عشرة اتنين مليون بس خلاص انا مش عايزك اكتر من كده